إن الحاجات اللي إنت عملت فيها تحدي كمان لنفسك إن إنت بطلت التدخين ودركزت في الرياضة قلدي إنا رسالة للشباب إيه اللي استفدت وغير حياتك بالنسبة لي السجاير أنا بدأت رياضة وأنا بشرب سجاير كنت بشرب كتير جدا كتير من راضيين مدخليين للأسف بس الموضوع بالنسبة لي إن زي ما قلت لكم أنا شخصية بحب يعني إيه الحلم اللي أنا بحطه في النغي بحب أشتغل عليه كويس قوي فلاقيت إنها بتعطلني يعني بروح التمرين بدل ما بأمركز إن أنا أتطور مركز إن أنا أنا مش عالف أتنفس يعني اتبهدلت فدايما كنت لما حدي سألني إنت بطلت إزاي بقوله جملة بسيطة إن أنا حبي للهدف بتاعي أو حلمي في الدنيا أغلب كتير من سجارة الله عليك أنا هختار يعني هل أنا فعلا أشرب سجارة ولا أحقق ذاتي اللي أنا نفسي أعملها في حياتي يعني الله بس وده على فكرة المفتاح اللي أظن أسهل طريقة ما تبطلش إلا على السجارة لوحدها حلوة يعني فعلا لما البناء دم يتعود عليها بيحبها فحب حاجة أكتر منها حب حاجة أكتر منها وده شعار مهم حلو قوي الشباب يسمعوه في رامس أبسط حاجة إلا أنا حبيت رياضة وتموحي أكتر من السجارة لو ما فيش حاجة جنب السجارة هفضل أشربها حب نفسك وحب صحيتك وخاف عليها ده ده أثناء التدريب آه ده ده مكان التايكوندو اللي بتضرب فيه هيا تتضرب كم ساعة يا رامس أنا إلا في الهاي سيزن بتاعي بأتمرن أربع ساعات فاليوم ساعتين الصبح وساعتين بالليل شايف إن ده هيفيدك في الأكشن؟ طبعا طبيعي على فكرة هو أنت عمال بتبني أنا واخدة باري أنت عمال بتبني للهدف أنت عايز تروح أكشن وبالتالي بدأت بتأهيل نفسك ماستنتش لما تدور يجيلك طبعا ده كانت أقولك حاجة شوف الجملة اللي أنت قلتها دي مهمة جدا لما أنا ابتديت كان اللي حواليها مستغربين أنت بتعمل دليء مفيش دور يعني أنت بتشتغل على نفسك أربع سنين وللخمس سنين مفيش أي دور فكنت بقول لهم يا جماعة البناء آدم مش بيستنى الفرصة معنا لو جالي لشغلانا مش هعرف أوصل المستوى اللي أنا وصلت له ده في شهر دايما المستعد جسدي ده ما أبدأ أنا وبشوق وأنا تعلمت برضو من برا أنا ما اخترعتش أي حاجة خالص انت خدت كورس برا؟ لا 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 أنا بس بحب زاكر بتزاكر شوف الناس عملت إيه منك بشوف ممثلين زي جاكي شان جيسون ستيفن مليون حد هو أصلا بعيدا عن التمثيل هو جامد بقولك إيه رامز أنت بتشوف أن الجواز بيضيف للفنان ولا بيخصم من شهرته ومن طلوقه لا حسب الشخصية اللي معاه إذا فإذا انت حاطت زي معايير كده ومش هقول شروط لأنه في اتفاق انا عبيت فتة شائكة هاكيد بتتفرق هم أنا متأكدة ها هقول اتفاقات يعني فرح مبروك يا فرح وفيلم الفرح ووش حلو عليك وفرح حلوش حلو عليك إن شاء الله